اكد سعادة سيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة دعم حكومة مملكة البحرين لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين واشار الزياني الى استمرار الوزارة بالتنسيق مع قرفة تجارة وصناعة البحرين للوصول الى صيغ المشتركة التي تصب في صالح البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة جاء ذلك خلال عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الثامن والثلاثين وخلال الاجتماع عرب سعادة الوزير عن تقديره لكافة الجهود التي تبدلها الغرفة والتي تصب في مجملها في صالح القطاع التجاري والاقتصاد الوطني بشكل عام تحقيقا للاستراتيجيات الموضوعة والتي تتماشى مع رؤى وتطلع جلالة ملك البلاد المعظم وانفاذا لتوجيهات المستمرة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما عبر سعادة الوزير عن عظيم شكره وامتنانه لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للأوامر التي أصدرها سموه بشأن يلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمال الوافدة بشراكته مع القطاع الخاص مضيفا أن هذه التوجيهات السديدة تؤكد اهتماما وحرص سموه على النهوض بالاقتصاد الوطني ومن جهته عبر سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة على كافة الجهود التي تبدلها في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات حكومة مملكة البحرين مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات للتشاور من أجل الوصول إلى مرئيات مشتركة تعزز من دور الغرفة كشريك فاعل في صياغة القرار الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر